طيب احنا عايزين ناخد مجموعة من التعليقات كده حديك ترد برضو على الناس وتشاركينا سيد أشرف مصطفى كان بيقول ممكن طبعا نطلب منه انه يصلح حاجة بايزة عنده لو الحاجة دي بتسبب لي ضرر لكن ده لو العلاقات طيبة لكن في هذا الزمن أصبح مبدأ صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي الله يرحم الزمن الجميل هو مين اللي بيعمل الزمن؟ احنا؟ هل هو الزمن اللي بيجي يفرض علينا السلوكيات؟ ولا إحنا السلوكياتنا هي اللي بتبقى سلبية فبنتعود عليها فبنعتبرها حاجة صحة وعشان كده بقول إحنا لازم كلنا نبقى في منتهى الإجابية مش عشان غيري وحش أبقى أنا وحشة مش عشان غيري ما بيصبحش يبقى أنا كمان ما صبحش يعني حتى لو هو ما بيصبحش علي أنا أصبح علي وتكرر الموقف مرة واثنين وثلاثة أنا أصبح علي أصبح علي عارف صباح الخير دي اللي أنا بقولها لو ما بيردش علي زي ما قلت الحضارك دي علاقة إكبارية إحنا مع بعض صباح الخير دي يعني معناها أنه أنا أزوأ منك وأنا اللي بقول لك صباح الخير مش فارع عنه لأ ما أنا هقول للحضرتك لما أنا أقول لدي الحضب صباح الخير وdriverدش وبرده بقوله صباح الخير صباح الخير دي معناها أن أنا أخلاقها اللي هفرض عليك أن أنا أزوأ منك أنك مش فارق معي رديت أو رديتش عشان تغيرلي من سلوكي اللي أنا مقتنع بي أنه أنا مش مستني ردك ولكن أنا بقول كده عشان بردي أخلاقياتي وبرضي قيمي اللي أنا متربي عليه كل مرة لو ما فرقش معاكي هتعمليها كل مرة وهتبقي سعيدة انك قادرة تعملي ده وهتبقي بتوصليله بطريق غير مباشر ان اللي انت بتعمله ده ما ينفعش وما يصحش أنا بعمل ده على فكرة وما بيمثلش بالنسبة لي اي ديء ولا اي أزمة ممكن ما يردش طيب أنا بقول صباح الخير عشان أنا عايزة أقول صباح الخير وساعات لما حس اللي قدامي مش قاصد يعني أنا ساعات حد يبقى طالي عمل دي درجة رواءة حلوة لا ده لازم انت بتحط مساحة لنفسك أنا مش أخلي حد يخدش دي بتاعتي أنا مساحتي أنا ودي أخلاقياتي أنا وأنا عايزة أمريسها ساعات يبقى حد تطالي عمل أصلا نصير كده صباح مستعجل ولا الضهر ولا باي أقوله قول صباح الخير والسلام عليك خصوصا الشباب الصغيرين فتلاقيه ساعات يضحك ويقولي أنا آسف وساعات يقولي أصلا أنا مستعجل أقوله إيه يعني قول صباح الخير خلي بالك مرة اتنين مرة اتنين هتقوله كده لو مش واخد باله هياخد باله حتى لو قصد هيكسف إنما ماينفعش أقوله بقى أنت ما عندك شزو عشان ما قلت ده لأ خالص طيب هنا محمد محروس بيقول آه طبعا أقدر أقول لو الحاجة دي حضريني البعض بيكتب البند ده في العقد وهو بيشتري الشقة إنما تسبب أو لما يبقى فيه حاجة بتسبب ضرر للغير عليه الإصلاح وده شيء طبيعي هو مش محتاجي بتقوله أن قانون يعني القانون عندنا في مصر بيحسم ده وإنه ما فيش حد يعني مفروض عليه أنه يتقبل إذاء الآخرين لكن زي ما قلت لحضرتك فيه حاجات بناخدها بالزوء وباللباقة فبناخدها بسرعة وبناخدها بردة وفيه حاجات بناخدها بالقانون فبناخدها متأخر قوي وبناخدها بعد مريضة وبناخدها مع مشاكل فهنا لبقت الإنسان وقدرته على أنه يعرف حقه ويدافع عنه ويجيبه في الوقت المناسب جي مهمة قبل طيب اللي السيدة ميرفا الدماء خفيفة قوي بتقول صباح الخير عليكم أنا وجاري مش متفاهمين لأن جاري الإنسان ده أنا كنت بحبه زمان وكان عندي مشكلة في حنفية المطبخ دخل عشان يصلح حنفية المطبخ اتخنقنا وقال لها يا شيخ أنت لسه نكت زي ما أنت هي طبعا دماء خفيفة بس أنا عايزة أقول لها مش متفاهمين مش حابين بعض شوفي حد تاني يصلح لك الحنفية آه زيب معلش دي كمان في العلاقات الاختيارية لكن في العلاقات الإجبارية بندق مساحة التعامل لك ما نقدرش نلغي يعني ما نبقاش نحكي بس لازم نقول صباح الخير لازم نقول أخبارك إيه لازم نقول كل سنة وانت طيب في مناسبة على فكرة دينيا وأخلاقيا وأدبيا لو جارك شم ريحة أكلك لازم يدق لو شف حاجة لازم تعزم جماعة أنا بشم عندك في العمارة كل يوم روايح وأنا داخل وأنا خارج لازم تدقها دينيا لازم تدقها فهنا القصة في إيه أنه حقوق الجار كتير قوي طب لو دورنا على الحقوق دي متعبة بالعكس دي بتحقق فوايد عالية جدا يعني إحنا كنا زمان في مصر دايما على السفرة أو على الطابلية المصرية في طبق غريب الطبق الغريب ده اللي جاي من عند الجار وعلى فكرة ده مش معناها إن واحد ليه فضل على حد لأن الطبق ده بيلف على الكل فده بيعمل إيه؟ بيعمل نوع من الألفة نوع من التواد نوع من التراحم روع من درء الحسد في بعض الأحيان موطة مهمة بالضبط فإحنا إيه المشكلة إن إحنا نود جرالنا؟ يوم ما الواحد بيحصل له أزمة أو مشكلة أول واحد ممكن يستنجد بيه جار طب لو العلاقة سيئة ما بيلاقيسه اللي ممكن يقف معي سعد أحمد بيقول كلام حضرتك جاري عنده شجرة فيها لا مش هو ده الكومنت اللي أنا كنت أعطي ده أبو حبيبة اللي كان بيكلم بيكلم عن أنه هو كان في الشغل وابنه حصل له مشكلة فجاره أنقذ الموقف وأخذ ابنه ترعبين مستشفى وعمل كل اللازم طبعا لأن ده واجب وده على فكرة ده طبيعة المصريين يعني طبيعة المصريين دايما مهما يتلخبطوا سويا بعد التصرفات مهما لكن معدن الشخصية المصرية هي التراحم والتواد والحب والتأذر دي طبيعة الشخصية المصرية طب نقرأ كامل سعد بقى سعد كان بيقول جاري عنده شجرة فيها أشواك بالدور المارين أنا والجران تعاوننا وقدرنا أن نشيل الأشواك دي طب جميل أنهم ما سألوا الأشواك سألت يزرعوا له شجرة حلوة تعاون بقى بني سفيا أسواك يعني يزرعوا له شجرة ورد كذا مسمرة يعني منظرة حلوة أو مسمرة زي ما حضرتك بتقولي لأنه ساعات استيغة الأمر بتبقى منفرة حتى لو أنا بأمر حد بحاجة هو حابب أنه هو يعمل وستيغة الطلب محببة حتى لو أنا بطلب حاجة هو كره فلازم استيغة نفسها تكون فيها لباق عشان أقدر أخلي لقدامي يعمل الشيء بالعدواني عارفة دكتور عندنا كده في الأقليم ودائما في الأرياف في عدة جميلة أوي إذا ما احنا قلت أن دي حاجة كلها أعراف وحاجات احنا نشأنا عليها وتعودنا عليها مثلا لو حد كان عنده حالة وفاة وجاره كان عنده فرح مثلا بعدها بأسبوع عشر تيام وهيشغل الأغاني وهيعل الصوت بيروح يستأذنه بيروح يستأذنه أو كانوا بيأجله أو يروح يعمل الفرح في مكان تاني أو يستأذنه وبالمناسبة جاره هو كمان بيطلع برضه لطيف زي الزبط ويقولوا لا ده أنا اللي هاجي أول واحد لا ده أنا هقف معاك هي فكرة الإحساس بالآخر دي حاجة جميلة لما الحيطان بدأت يتحطي لها جدران وجدران وجدران وعزلة بقيت الناس مش بتراعي بعض لكن أول ما العزلة بتبتدي تخف والناس تبتدي تشوف بعض بشكل أوضح بتبقى فيه نوع من أنواع تقدير المواقف بدرجة أكبر فإحنا عايزين نرجع مرة تانية لعاداتنا الجميلة ونعمل لها إحياء وندرب ولادنا على إتيكيت التعامل مع الآخرين وهذا الإتيكيت لا يتعارض أبدا مع الجانب الأخلاقي والديني فإحنا وإحنا بنعلمهم الدين المعاملة مجرد أن إحنا بس نعلمهم شق الدين المعاملة هيبقوا كلهم منتهى اللباقة والزوء والجدعانة والسياكة في التعامل مع الآخرين